أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراريني بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزرية للتنمية البشرية وكذا المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية يأتي ذلك اتصالا بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة بالتوسع في استهداف مجموعات وزرية متخصصة كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع بما يضمن كفاءة العمل الحكومي